شايف التشكيلة بقى المناسبة المبرزة دي لكم ماذا؟ يعني بص خلي بالك اولا التشكيلة برضو انت عندك حتة العدم الكود الافريكي التشكيلة انا في اعتقادي هتبقى عواد حمزة و حسام عبم جيد فتوح و امر جابر لو انت لعبت بفندر واحد هتبقى عندك مشكلة اللي انت النهاردة محتاج انا في اعتقادي اتنين دفندر محمد شحاتة و دونج احمد حمدي سيزو سامسونج و جزيري ده اه لكن خلي بالك بس عشان اقولك الوقت ما تقس ازا مالك في ماتش دريم اللي انا دريمز اللي انت تلعب سامسونج تسعة و نص و تلعب احمد حمدي و دونج بس لا ما انا بقولك بس انا بقول في الاول الاخر بتاعك مدير فني بس احنا بنقول من قبلها هو عشان دي طب يعني انت هتلعب فرقة برضو عندهم لعيب الكورة و فرقة شرسة و عندهم لعيب الناس بتجري و ناس بتخبط فاللي انت تعتمد على المهارات اكتر في نص الملعب و متعتمدش على ناس بتدفع بتاعها هتعاني و هتبقى مشكلة كبيرة اه فكرة انك تحتني من المنافس و زي بيقوله كده ايه تاخد خطوتين لورا بالظبط يعني اللي هو بايش انا اقول انت كده جامد بالظبط و انت عندك اسلوبة اسلوبة اصفهم داروين و لك ايه زي مثلا ما كان اسوريو في الزمالك اسوريو ما بيغيرش و هو دوت و يعني ما بيفكرش فكرة المنافس عامل معي ايه طبعا داخل في مشاهير كتير هناللاتي بتقولي ايه انه ما فيش مانع انك تغير من افكارك شوية او مش تغير من افكارك انك تاخد خطوتين لورا كده تدافع بشكل كويس ما الزبط و معالك تبتأ تغير يعني انا زي مباراة سموحة كريمة الاخيرة انت النهاردة اوكي انت مدير فني معاك الحق اللي انت عايز تريح انت بتلعب على بطولة و انا معاك في كل حق و انت معاك في كل حق و انت معاكش عمق في التشكيل انا معاك في كل حق بس في الاول والاخر من تم دخل فيك جون اللعبة دي لعبت صح ولا غلط صح يعني انا كنت ابدأ باللعبة دي قدي خمسين دقيقة قدي ستين دقيقة و انا قبل المطش لما كون انا حاطت في بلان بتاعتي سي مثلا ديزو هلعب خمسين فتوح يلعب سبعين كسبان خسرا في الاول والاخر انا عملت الايه بس امينا انا هقولك حاجة انت نفسك بتشوفها في اوروبا كتير ايو انا شوف مثلا ايه فاربور مثلا في مباريات في الدوري او كاس ارسنال مانشستر سيتي يقولك هلعب بايه؟ بشوية ناس من عدك حلو مباراة عصلا جيت مني هنزل الاساسيين حلو مشيت كويس سيب الحمدلله ريحت اللاعبين انت بس انت بتتكلم انت بتتكلم انا على فكرة انا مش ضد الروتيشن بس اما تيجي تعمل انت اولا مطش مهم ومطش في الدوري ماينفاش تعمل الروتيشن في تم العيبة دياتفي معاك في اله دياتفي معاك في اله انا معاك في اله يعني ممكن انت رايح حتى يعني انا هديك مثال سامسونج بدأ مطشات قليل اوي مع الزمالك صح او لا غلاص ممكن بدأ مطش اللي هو الاخير بتاع دريمز اللي في غانا هل سامسونج مش محتاج مطشات يا كريم؟ يعني عنده ريتم محتاج مطشات صح او لا طب انا طلعه برد 18 ليه؟ صح يعني هو لعيب لعب 60 دقيقة لعب 40 دقيقة لكن ده من اللعيب لك انا ما جاء تكلمني على فتوح او زيزو لا دي بلعبه بصفة مستمرة فدول ممكن يريحه فهي ممكن لا واحد ديك دليل ليه حلوة اوش انه مثلا راجل مرس كرر في الاهلي لما يجي رايح مطش مبارح رايح اتنين لعيبة بس برس تاو علي معلول بس المطش اللي بعده هيدجعه ان رايح اتنين كمان مفيش مشكلة ومن بقى الاهلي عنده عمك في التشكيل اكبر بكتير من الزمالك عنده بقى وفرة من اللاعبين بالزبط كده لكن زي في الاول واخر مباراة خلصت انا ان شاء الله باذن الله الواحد نفسه ربنا يكرم نادزة مالك بجد المباراة دي